بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سلام البنات أتمنى تكونوا بخير وفي صحة جيدة اليوم كما راكم تشوفوا حبيتكم قبل ليلة العيد وفي هذا اليوم المبارك يعني يوم معرفة إن شاء الله يا ربي الصائمين ربي يتقبل مننا ومنكم أجمعين يا رب نتمنى يا ربي أي وحدة تدعي حاجة إن شاء الله يحققها لها إن شاء الله يا ربي يغفرنا ذنوبنا جميعا واليوم تحت طلب بعيدة أخوات البوزلوف يعني محمر لكن محمر بوحد طريقة أول حاجة ما يخطر لكمش الوقت وثاني حاجة راح يجيكم طيب زبدة في ريحة الشواء تبعوا معي المقادير وطريقة التحضير نحن كما راكم تشوف عندي راسة عبوزلوف كان مشوط مقطع به بالمختع يعني المخدك نحوه لكن راس تعاني نحطوه في الماء هذي ماء معاه شوفية قطرات نتعى الخل ما راح نحطوه لملح نغلوه مدة أربع ساعة ولا نحول هذه الزفرة و هذه الليدام الزايد و هذه الرحة لموش كما راكم تشوفه ومن بعدها نحوه نحوه ونحوه يكتر مليح يعني لازم يكتر لكم هذا كل مخطعه وكنت نحيته من قبل ومن بعدها نحطوه في الفرن نحن بالنسبة للمقادير عندي هنا حبة بصل كما راكم تشوف فيها كبيرة قطعوها شريح ما أحبه تعطم طماطم عندي هنا حبة تعجزر و أيضا الحبة تعزوج سنات وعفون زجوري قاطران نصف انجل تأخل هذا الخل هو اللي راح يعطينا هذه ونحن نشوف ان شاء الله وأكيد هذوك اللي دام ثاني اللي بزيف رحيني تنحاوه تحبوه تحطوه في بلاستها عصير الليمون هنا راح نحط يعني كل شي بارد في بارد بالنسبة لهذه اللاصوس تقدروا من بعدها يعني ضيفو لها أيضا البطاطا في الاخر يعني في الفرن أنا فضلت سأنيها كاساك وحدو لي أنه العائلة مش كبيرة انتم لكن كنتوا في عائلة كبيرة تقدروا يعني تقليو البطاطا ولا تغلوها يعني نص طيب وتحطوها وتحمروها هذي هنا راح نخلط كل شي بارد في بارد حوالي ملعقة العزية تمت كالثاروش كما تعرفوا البوز اللوف يطلق شوية اللي دام حوالي ملعقة هكاك ولا ملعقتين المهم هذو اللي دام اللي بزيف من بعدها نعود نحوه يعني لكن قلته اللي دام طلعلكم تقدروا تنحوه قبل ما تحمروه في الفرن هذي طريقات تقدروا تنحوه يعني هذي اللي دام اللي بزيف وميجي كومش يعني ميت دام حنا كما كنت شوفوا بالنسبة على التوابل عندي ملحة دية فلفل اسود عندي شوية بابريكا عندي ايضا راس الحانوت اختيارين وشوية كمون حنا اللي ما يحبش التوابل تقدروا تكتافيه بالثوم هذا كالبوفرشوخ ما تزيدوش التوابل نهائيا لانه كاين مساكل اللي عندهم شوية المعدات حساسة ميلاوي تقدروا تتخلى وعليهم اطلاقا حنا انا شعلت النار سوف نحط كل شي باد بالنسبة على الراس كما قلتكم تغليتون نحيط هذا المخل لانه نحتاجوه من بعدها هنا بالنسبة لمدة الطحوة على حساب الكوكوت التعكمه على حساب يعني الراس تعكمه والحجم كما هنا الحجم حوالي الساعة الا ربع لكن على نار قليلة ويستطيع أن نضيف الملح في البطاطا احتاج المصدر نستطيع أن نضيف الملح لأنا لا نزيد الملح حتى الحجم نحب النار قليلة احتاجها بأسواة كما ترى بكثة البطاطا كما نشاهد سوف نغطيه لكن لا نغطيه كامل نقفل عليه و نجعله يطيب من بعدها نعود أن نقول لكم إن شاء الله بعد طبلي كما لا تشربوا لا شربوا لصوص طبلي مجمر نقصوا للنار لكي لا تستغلوا لصوص لا تستغلوا نقصوا لصوص 6 وغاية زيدوا مع البطاطا نصف طياب و مقلية حوالي ربع ساعة يكون محمر مجمر هنا كما لكم تشاهدوا المخ ثاني كما تحمروا التهواء عصرقار سمع شوية دبشة و معدن سمع شوية بصل صدقوني كي تاكلوا بهذا الطريقة لا تقهمكم كما تحمروه مباشرة و كي تحمروه مباشرة يعني تحمر الجلدة من فوق كما أنا وحدة من الناس نحب نستغلها نحبش نضيحها لكن سلغته ما رح يش تلقوا فيها لحم بزاف لهذا هاد الطريقة رح تغنيكم تجيكم سهلة إن شاء الله و ناجحوا بنينا بزاف في الأخير يعني الوصفة أنا كملناها نتمنى أنكم تدعو للوالد ربي يحفظ إن شاء الله و يشفيه و يخليه فوق رسانا إن شاء الله يا ربي و إن شاء الله يربي الشفاء العاجل لكل إنسان مريض و كل إنسان نراه يعاني في صمت إن شاء الله يربي تقبل منا و منكم معيد أضحى مبارك إن شاء الله يربي أعاده علينا و عليكم بالخير واليمن والبركات مصيام مقبول و ذنب مغفور سلام في أمان الله مع وصفات أخرى إن شاء الله